أبو محمد من اليمن وهي غاضبة ما تحب أن زوجه عق والدي وهجرته ودعاها إلى فراشه مأجورة هي هي تؤجر على هذا الهجر حتى يتأدى بالزوج أما إذا كان المرأة مترفعة متعالية على الزوج ما في سبب لا هي في فترة الدورة الشهرية ولا مريضة ولا أي شيء وزوجها محتاجة فهذه تبات تلك الليلة والملائكة تلعنها كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فأي ممرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فأبت وغضب عليها زوجها كان الذي في السماء غضبانا عليه وتلعنها الملائكة حتى تصبح فخطر هذا أما مثل ما ذكرت إذا كان هناك سبب مسوق فلا حرج عليها في ذلك